غير طريقتك في التعامل مع أخطاء الناس غيري طريقتك ردود الأفعال المتشنجة العنيفة سواء مع ولادك سواء مع صحابك سواء مع زميلك سواء مع الناس اللي بتشتغل معاك ردود الأفعال العنيفة بتستفز الناس أكتر فيستفزوك أكتر فيقصدوا ويتعمدوا إنه هما يغزوك أكتر لأن ردود أفعالك متشنجة وفي الآخر انت مش كذبان حاجة غير طريقتك لطريقة جديدة دور على طرق جديدة مش لمعاقبة الناس لكن لإظهار للناس أن أنت زعلان أحيانا بالتعبير المباشر أنا زعلان أحيانا دي بتكون أكثر تأثيرا من صوت عالي متشنج أو من غضب أو من خط ورزع وزعيق مش هيشتغل كتير وفي الآخر كأنك أنت بتعاقب نفسك لأنك هتطعب مرتين قلد النبي صلى الله عليه وسلم إزاي النبي كان بيتعامل مع أخطاء الناس وناس مؤذية والنبي صلى الله عليه وسلم كان ساعات بيتعرض لأشياء عجيبة أحيانا كان يبقى رد فعله يبتسم ابتسامة الغضبان وأحيانا دي كان بتبقى مؤثرة جدا أحيانا ما يتكلمش مع الشخص ويبين له أنه هو مخصمه أنا ما بتكلمش معاك وأحيانا الحكاية تكون مؤثرة جدا أكتر من ألف زعيق جرب طرق النبي صلى الله عليه وسلم في ردود الأفعال الهادئة المؤثرة أكتر مرة عمر بن عبس في غزوة خيبر وغزوة خيبر كانت صعبة جدا لأن 15 يوم المسلمين محصرين حصون خيبر وكانوا في حالة جوع شديد جدا مفيش أكل فالصحابة جعنين جدا فعمر بن عبس لقى فجأة قطعة من لحمة مرمية قديمة فاخدها ومن كتر ما هو جعان أمقايل بصوت كده مسموع وفاكر إن ما حد شايفه والله لا أعطي منها أحد فحظ الوحش بيلتفت لأ النبي صلى الله عليه وسلم وراه يقول فابتسم إلي ابتسامة الغبان ليه كده؟ ليه تعمل كده؟ فصحت بأعلى صوتي من يريد أن يأكل معي؟ فيه من النبي زعلان؟ الناس بتفهم الناس مش غبية تعامل مع الناس بالطريقة دي الستات كمان ممكن تتعاملي بردود أفعال مختلفة عن ردود الأفعال اللي فيها شدة أو اللي فيها خناء أو اللي فيها زعيء وصوت عالي سواء مع أولادك أو 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 إزاي أتعامل بطريقة مختلفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيلفت نظرك السيدة عائشة بتتصرف إزاي؟ فبيقول للسيدة عائشة أنا أعلم متى تكونين راضية عني ومتى تكونين غاضبة علي قالت كيف تعلم يا رسول الله؟ قال عندما تكونين راضية عني وتقسمين تقولين لا ورب محمد وعندما تكونين غاضبة علي تقولين لا ورب إبراهيم فقالت أهجر اسمك آه بطريقة في إعلان الزعل مش حول اسمك أهجر اسمك ولا أهجر قربك يا سلام على العلاقة الرائعة الجميلة جدا 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 لكن كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيلفت النظر إن في طريقة إن أنا هجرت اسمك مش عايز أقول اسمك أنا زعلان التعبير عن العواطف والتعبير عن المشاعر بطرق جديدة مختلفة غير الطرق اللي أيما على الردود الأفعال الهستيرية خناء هستيري زعيء هستيري أو عقوبات أحيانا بيكون أنت المريض ويكون الموقف ما يستهلش كل اللي أنت بتعمله وأحيانا يحتاج الأمر إنك تعاقل طبعا وأحيانا تحتاج الأمر إنك تعالي صوتك بس مش ده الأصل الأصل هو الردود الأفعال المنطقية الهادئة العاقلة الذكية في التأثير واللي تحدث أثر في قلب اللي قدامك فتخليه يقول أنا مش هعمل كده تاني قصة شهيرة في السيرة النبوية النبي صلى الله عليه وسلم بدأت في عام الوفود تأتي وفود من كل الجزيرة العربية دول بقى مزيز صحابة اللي عايشين مع النبي ومتربيين على إيدي النبي دي ناس لسه جاية جديدة بعضهم ما يعرفش ولا كلمة عن الإسلام فوافد من الوفود فيه شاب عنده 18 سنة عمل شيء يعني أغضب النبي جدا عمل تحجش في المدينة قصة تحجش أيوة حصل تحجش إيه اللي حصل والقصة دي تخلي أي واحد ممكن يفكر في التحجش يفتكر النبي تصرف إزاي وكأن القصة باقية إلى يوم القيامة لكل من تسول نفسه في التحجش إيه اللي حصل الوفد جاي بايع النبي صلى الله عليه وسلم معهم الشاب ده مش فهم أي حاجة فأي حاجة جاي مع الوفد كده شاب لسه صغير فشاب بنت ماشي في المدينة فجذبها من ثيابها شدها من هدومها فالنبي بلغوا الخبر يا طرى رد فعل النبي رد فعل عنيف بص رد فعل النبي مؤثر جدا وهادئ جدا وعميق جدا جاء الوفد والنبي صلى الله عليه وسلم بيبايعهم واحد واحد وهم فرحانين بيبايع النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما جاء الدور على الولد فبيمدي إيده يبايع النبي فقال له النبي ألست أنت صاحب الجذيبة الجذيبة يعني الجذبة إنك شدت من الهدوم ألست أنت صاحب الجذيبة الجذيبة هي مش شدة كبيرة هي تصغير جذبة ألست أنت صاحب الجذيبة فالولد اتخط قال نعم نعم يا رسول الله قال والله لا أبايعك مش همدي إيدي على إيدك مش هسلم عليك أنت متخيل على فكرة العقوبة دي عقوبة ضخمة جدا باقي اليوم القيامة لكل من تفكر نفسه في التحرش مش هسلم عليك يقول فبكى الغلام وظل يبكي ما زعقلوش مع الله صوته ما عملش عقوبة كبيرة مش هسلم عليك فبكى الغلام النبي مش هيبايعني فبكى الغلام ووقف أمام النبي وقال أتوب يا رسول الله توبت إلى الله يا رسول الله فقال له النبي الآن أبايعك فبايع النبي صلى الله عليه وسلم موقف مؤثر للغاية إزاي تجعل من طريقتك المؤثرة الهادئة أكثر عمقا من ألف زعيء وزعيء من ردود فعل هسترية أو غاضبة حتى لو بتغضب لله في ناس ساعدت أقولك أنا بغضب لله فانفجرت غضبا النبي مش كده دي مش سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي العقوبة الهادئة المؤثرة اللي تسيب في قلب ابنك أو ابنك أثر أكبر بكتير أنا مش هكلمك لمدة ثلاثة أيام أنا زعلان ويكون علاقة جبيلة إنها مش أيمة على العقوبة كل يوم كل يوم كلمة زعلان تبقى مؤثرة أكتر من ألف زعيء ومن ألف عقوبة غير طريقتك غيري طريقتك لتأثير أقوى في الناس وردود أفعال أهدأ على قلبك وعلى نفسيتك وعلى ضغط دمك وعلى صحتك لأنك هتكون أكثر هدوءا وأكثر تأثيرا شكرا لكم